موسيقى السلام عليكم البنات مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتي وقناتكم طبخ بسمة اتبنى يلقاكم هاد الفيديو في اتمي الاحوال وفي صحة جيدة يوماء ان شاء الله كيف ما كتشوفو غاد نحضر معكم قرص او القرشلات من ايدي الام ديالله يخليها ليا هاد كيف ما كتشوفو هاد القرص يعني تقليديين كنقدرهم الامهات حال هادي كيف ما كتشوفو في الفيديو يعني كيجو هشاش وقتنيين ويعني كيجو محلولين وزوينين والاهم من هذا انها بنا زوينة بزف بزف كنتمنى انكم تجربوهم متنسونيش من لايكو من تشجيع و متنسو تشاركو في القناة وضغطو على زر الجرش بس وصلكم اي جديد موينة اللو غ نحتج لها الاكبرى عندي جوج بيضات يكونوا بدرج حرارة المطبخ عندي كذلك نفس الكل كسن العنبواتية عصر البرتوقال خلف geworden مع جوش كيسان سكر سنيدة و كأس زيت نباتية و رشة الملح القليل من الماء لحسب الخالد معلقة كبيرة زبدة و كذلك عندي معلقة كبيرة خميرة حبيبات و كذلك عندي برتقالة اللي غدين ناخد غلق كتور دياله عندي جوز لفة ديال دقيق الأبيض مع جوز لفة ديال فينو كيف ما كتشوف مخلقها هم تمة و عندي جوش خمارات و كذلك عندي الزنجلين أي سمسم للتزيين هنا ناخد في قصري او لقيناء و ندير جوش بيضات و نخلطهم مزيان و كيف ما قلت لكم من قبل ضرور يكونوا بدرجة حرارة المطبخ لبقيتوا هاد القرش اللي تجيوكم ناجحين و ندير رشة على الملح و نخلطهم مزيان كيف ما كتشوفوا ندير تقريبا معلقة صغيرة تكون مع عمراش الملح يبقى على حسب الضوغ و نخلط البيض ديالي مزيان و من بعد غادي نضيف لهم مباشرة السكر الخاشن أي سكر سانيدة هنا عندي جوش كيسان ديال عنبا يعني عندي كل كاس فيه مئة جرام يعني مئتين جرام بهم جوش اكيد غا تلقوا المقادر المطبوطة عرفون في صندوق الوصف و غادي نخلط البيض و سكر سانيدة مزيان كيف ما كتشوفوا عادي نخلطها مزيان و حتي يدوب لي السكر ممكن لكم تضعفوا الكمية و كذلك ممكن لكم تنقصوا تزيدوا في السكر يعني الحلاوة على حسب الضوغ هنا كيف ما كتشوفوا ضفت كاس غير مملوء من زيت النباتية و غادي نخلط مزيان حتى نتأكد على ان سانيدة دابت او لا يعني مبقتش يعني حبيبات اكيد كان نخلط يعني جنابو كان نخلط يعني مزيان كلكم تستعملوا ايديكم او لا الفوية اللي بغيتو انا هنا غادي نضيف جوج كيسان دية العنبا دية الحليب كيف ما كتشوفوا انا درت هاد الكاس يعني بالعبار دية العنبا جوج كيسان و غادي نخلط مزيان كيف ما كتلكم يمكن لكم تعوضوا الحليب السائل بالحليب بودرة ممكن لكم تضعوا قاس ديال الحاليب و غبرة غادي نخلط مزيان ونضيف معلقة كبيرة مملوئة جيدا من خامير الفورية مع التحريك المستمر اكيد صراحة صدقوني هاد القرص كنتمنى انكم تجربوهم لانهم صراحة نزويني بالسعب احنا الام ديالي دائما نقدرهم لنا وتبرك الله عليك يجو ناجحين مئة بالمئة يعني لا تبعتوا المقادر مضبوطة ان شاء الله غادي نجحوا معكم اكيد هنا غادي نضيف جوش كيسان ديال عسرة البرتوقال اكيد العبار دائما بكأس ديال العنبة فندير العسر يعني تدريجيا وكننخلط كيف ما موضح لكم في الفيديو كنخلط من زيان من بعد ما خلط المكونات كاملة غادي ندير بورتوقالة غادي نحكها غادي ناخد قشور ديالها كيف ما كتشوفوه هنا كيف ما كتشوفو بالدلت القصرية لانها صغيرة ودرت وحدة كبيرة هنا عادي ندير الدقيق العبيض والدقيق في نوع او للدقيق الاسفر امدن ندير تدريجيا يعني ما قدش نديروه فمرة واحدة امدن نديروه خمارات يعني من فئة 8 غرام كل واحدة يعني يبزوج بهم 16 غرام وكيف ما كنقول لكم دائما الدقيق يبقى على حسب النوئية وعلى حسب حجم البيض يعني يمكن لكم اخذوا اقل او لا اكثر وغنضيف معلقة كبيرة ديال الزبدة نباتية وغد ندن نخلط مزيان بهالطريقة المرة اللولى يعني يقدروا خرب الاصابع ومن بعد كتتعجنوها عادي لان هاد القرس او القرشلات كيبغيوا يعني يدلقوش شوية يمكن لكم تدروا العجانة او لا تتعجنوهم بيديكم فهنا كيف ما كتشوفو يعني دقا كنضيفوه بشوية بشوية حيث او لا تدروا من الاول يقدر يجيكم قاسحة يعني ما يكون دقيق ما كيتشربش وغدت تختار لكم يعني القرس ديالكم فانا او اضيفو بشوية بشوية حتى توصلو يعني العجينة اللي بغيتو فهنا كيف ما كتشوفو خداشت معي جوز لايف ديال الدقيق الابيض مع جوز لايف ديال الدقيق الاسفل كيف ما كتشوفو بعد ما العجينة تجمعات فهنا كاي يعني هنا من بعد ما تدركات العجينة مزيان غادي نقسمها هنا من بعد ما تدركات العجينة نقسمها قادة تقسم وكيف ما كتشوفو العجينة كتكون يعني ما قاسحة شبا زيالي بغيتو هنا غدا تتشكل يعني كورات يعني الحجم كتديرو الحجم اللي بغيتو احنا صراحة كنديروهم صغار ما هاد المرة دارتهم ماما دارتهم الام ديالي دارتهم شوية كبار لان زمان كانوا كيديروهم كبار وبغت تحافظ على دك يعني دك التورات اللي كان قديم قاتليا زع ما نصور هاد الفيديو ندلكم غروس يعني لكنا كنديرو زمان ومتون ممكن لكم تديروهم صغار او الكبار يعني كيف ما بغيتو يا اما كتكوروهم يا اما كتقطعوهم بالقطعة الام ديالي غير كتكوروهم كيف ما كتشوفو نتمنى يكون واضح لكم الفيديو الحجم كتديرو على الحزب اللي بغيتو انتومه هكيد فحاولوا انكم اتبقاش توركو عليهم بسف يعني غير كوروهم غير شي شوية وحطوهم بش ما يجوكم من الداخل منتقزين يعني يجوكم هشاش من الداخل هنا من بعد ما دارت القوارات كاملين قطت يعني تقررتهم غير شي شوية مشي بزاف كيف ما كتشوفو حداها صافيحة ديال الفرن دهناتها بالزبدة يمكن لكم كذلك تدهنو حتى بزيت النباتية او لا يمكن لكم تدروا ورقة طبخ اللي يعني اللي متوفر عندكم فكيف ما كتشوفو يعني هي قررساتهم غير شي شوية مشي بزاف مع الاستعانة بتاقيق الابيض بش ما ينسقش لكم في سطح العمل وكتقرسو شي شوية بالكف ديالكم بش كي ياخدو ذاك الشكل دائري يعني شكل جامل ويكون مقاد ومالي كديروهم في صافيحة ديال الفرن يعني يدروا مسافة ما بين كل واحدة لان ما زال غادي مازال غادي نخمرو كيف ما كتشوفو في الفيديو يعني غادي تكمل قاع الكوراس غادي تتقررسو بنفس طريقة بغير مالي تبغوا ترشو الدقيق الابيض يعني ما تكتروش بزاف غير شوية بش ما يلسقش لكم وصافي وكتديرها في صافيحة ديال الفرن اكيد هنا من بعد ما كملت الكوراس كاملين خلاتهم تقريبا ساعة ونصحة لساعتين كي يخمرو يعني هما سراحة كل ما خمرو كي يجو ناشحين وزوينين بزاف هنا رضي يدهنهم بصفر البيض اللي كتدير معه مع القادية الحليب او لا مع القادية الخل باش كي يحيدك الزفرة ديال البيض وكي يجو مذهب من الفوق يمكن لكم كديرو حتى تلقى سريئة دوابان وغدي تدير فقه منهم السمسم اي زنجلان يمكن لكم تديرو كديرو كديرو حتى الزنجل الابيض او لالبافو او لحبوب شية يعني انا كان عطاكم اقتراحات وتزينك يبقى اختياري اكيد بالنسبة للطريقة ديال الطهي ديالهم في الفرن فبالنسبة للفرن الغازي كتشعلو من ملتحت حتى كيتحمرو قعد كتشعلو من الفوق وبالنسبة للفرن الكهربائي كتديرو على درجة 180 درجة افوا حتى هو كتشعلو من ملتحت حتى كيتحمرو من تحت قعد كتشعلو الفوق باش كيجيكم مدهبين هنا كيف ما كتشوفون بعد ما دهناتهم دارتليهم السمسم اولا سنجلان صراحة كيجيو زوينين بزاف 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 غير جربوهم واكيد ما غادش تندمو عليهم غير الاهم ان هاد الوصفة كيب كل ما دلقو كيجيو مزيانين وكل ما خمرو كيجيو اهشاش وزوينين وحتى البنديالهم كتكون زوينة بزاف من بعد ما خرجوا من الفرن الكهي يكون هذا وشك نهاي ديلهم كانت مني اعجابكم اه فى فيديو ديه ليوم ووصفة دياليوم ، السحوا الى عجباتكم من وصفة ما تنساو ت�ب نصدق فى القانات والب وتشميل اليون الليك وتعليقات اللي تشجعوني بهم اكثر شكرا ليكم الا تعاليق وagnƯق meus faculty ان شاء الله غادي نخلالينا cscenmes van instagram faço maAT اج ا reach out and show full repeat شكرا